جو تيتشر تعليم بلا قيود عملية بسيطة خفيفة لطيفة ولكن تحتاج الى فهم وكمان تحتاج الى فهم قواعدها عشان تكون امورك مية بالمية ركز معي الله يرضالي عنك ويرضيك بدي احكيلك من وين طلعت فكرة الاسس وتكون امورنا ان شاء الله مية بالمية اخوي اللي اخترع الاسس عالم بخيل جدا ليش؟ لانه بحب يوفر بالحبر اجاب يوم من الايام بديو يحكي لنا اضربلي الاثنين في نفسها خمس مرات او كرر ضرب الاثنين بنفسها خمس مرات فاجا نلاقي حاله انه بكتب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين فهو قاعد بكرر ضرب الاثنين بنفسها خمس مرات ولاحظ انها اخذت منه حبر نص سطر يعني لا اختصر حبر ولا اختصر ورق فاجا حكالك بدي الاقي طريقة بدي الاقي طريقة اخلي الطالب يعرف انه بديو يضرب الاثنين بنفسها خمس مرات بدون ما أكتبها خمس مرات فاخترع إشي اسم الأسس وحكاها يا عم إذا بدك تضرب 2 في نفسها خمس مرات بدك تكتب 2 أس خمسة 2 أس خمسة و 2 أس خمسة يعني بدك أضرب 2 بنفسها كم مرة خمس مرات ف2 في 2 في 2 في 2 في 2 2 في 2 أربعة ضرب 2 تمانية ضرب 2 ستايز ضرب 2 2 و 30 تمام والله تمام أمورنا لهل إيش أمورنا لهل لوز هو زلمة بس حاب يختصرها حاله حبر تمام هذا تعريف الأسس إني أكرر عملية ضرب الرقم خمس مرات أو مثلا أجي أحكي لك 2 أس ثلاث يعني بدك تضرب 2 بنفسها ثلاث مرات يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني عبارة عن الثمانية أو أجي أحكي لك 3 أس ثلاثة يعني بدك تضرب للثلاثة بنفسها مرتين يعني 3 في 3 عبارة عن التسعة طبعا هاي 3 أس 2 الأس 2 بقدر أحكي عنها تربية يعني 3 تربية طب أستاذ 2 أس 3 بقدر أحكي عنها 2 تكعيب دايما الأس 3 تكعيب والأس 2 تربية تمام يا أستاذ؟ طيب يا العدد الكبير اللي تحت شاهفه شاهفي العدد الكبير بنسمي أخوي الأساس تمام والعدد الصغير هذا بنسمي الأس إذن الكبير هذا بنسمي الأساس والصغير بنسمي أخوي عبارة عن الأس تمام أمورنا لوز والله أخوي إن شاء الله إنه أمورنا لوز اللوز وتعال نجرب طيب أمثلة 2 أس 2 أو 2 تربيه يعني أضرب 2 في نفسها مرتين 2 في 2 4 طيب 3 أس 3 يعني أضرب 3 في نفسها 3 مرات تمام يعني 3 في 3 9 في 3 27 طيب 6 أس 2 يعني 6 ضرب 6 يعني أضرب 6 في نفسها مرتين يعني 6 و 30 هلأ بعطيك جدول لازم تحفظه 2 أس 4 يعني إذا كتضرب 2 في نفسها كم مرة يا سلام عليك 1 2 3 4 4 مرات 2 في 2 4 في 2 80 في 2 16 طيب 3 أس 4 يعني أضرب 3 في نفسها 4 مرات 3 في 3 في 3 في 3 رح تطلع 3 في 3 9 في 3 27 في 3 81 طيب خليني أحكي لك شغلي كثير 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 مهمة أخوي الآلة الحاسبة اللي معانا نقدر نحسب عن طريقها إيش الأسس الأمر بسيط جدا بتحطي الثلاثة بالآلة الحاسبة بعدين بتكبس هاي الكبسة اللي شايف الأسهم هاي فيه تحتها كبسة زي هيك 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 شايفها كبسها هاي عبارة عن الأس أس أربعة بدها تعطيك هاي هعط الأربعة راح تعطيك 81 فأنت الأسس تقدر تحسبها عن طريق الآلة الحاسبة عادي ثلاثة العلامة هاي أربعة ثلاثة أس أربعة بتساوي واحد ثمانية طيب أخوي مثال ستة ومثال سبعة فيهم يعني ملاحظة نارية أسطورية لازم تركز فيها فيه فرق بيناتهم خيرات الله فيه فرق بين لما أحكي سالب ثلاثة لكل أس ثنين وسالب ثلاثة أس ثنين فيه فرق كبير فيه فرق لما يكون في عندي قوس ما أخذ الإشارة معاه وما عندي قوس والإشارة مش معي خليني أحكي لك شو معنى هاي الحكي سالب ثلاثة كلها أس ثنين يعني كاعد بحكي لك أنا بدي تضرب لي سالب ثلاثة في نفسها مرتين السالب ثلاثة بنفسها مرتين فسالب في سالب بودع الملاعب ثلاثة في ثلاثة تسعة طيب هون شو الفرق هون أنا الأس مش زي فوق شامل الإشارة السالبة هون مو شامل الإشارة السالبة فالسالبة تنزل ولا إلي دعوة فيها الأس بس للرقم شوف الفرق لما يكون في عندي قوس شامل وما يكون في عندي قوس الثلاثة تربيع تسعة فشوف الفرق بهناتهم فرق عظيم أخوي فرق لازم تكون منتبه له دائما وجميل دائما بيقول لك انتبه عليه يا طالب الأدبي طيب هون أخوي الأس شامل السالب يعني أنا العدد اللي بدي أضربه بنفسه ثلاث مراته عبارة عن السالب ثلاث مش زي هون العدد اللي بدي أضربه بنفسه مرتين هو الثلاثة بدون السالب لا هون بدي أحكي سالب ثلاث في سالب ثلاث في سالب ثلاث هون تكرار الضرب شامل السالب تمام بيجي معنا بالعرض تعرف أقول لك ده أشبه لك إياها لما تروح على المول روح على سامح مول تفتح أخوي إيش تدخل على سامح مول بتلاقي حالك إيش في عندك هذا العرض المشهور في الأردن ثلاث علب فول بليرة مزمومات بتيب لونه أصفر مكتوب عليه عرض خاص اعتبر إنه هذا التيب هو عبارة عن إيش عن القوس هذا القوس جواته سالب بيجي مع العرض ها هو الأسلة الثلاثة معه سالب بيجي مع العرض فإيش أنا بعطيه السالب لكل رقم طيب سالب في سالب بودع الملاعب طب بسالب بصف في سالب ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين هلا هذا هذا الجدول أخوي صم بدي أياه صم رسمي شوف أنا معطيك العدد وتربيعه وتكعيبه يعني الواحد الواحد تربيع واحد الواحد تكعيب واحد الاثنين تربيعه أربعة الثلاثة تربيعه تسعة الأربعة تربيعه ستاش الخمسة خمسة وعشرين الستة ستة وثلاثين السبعة تربيعه تسعة وأربعين الثمانية تربيعه أربعة وستين التسعة واحد وثمانين والعشرة تربيعه مية أخوي أستاذ أنت بتحكي لي أنه أنت بدك إياني أشتغل على الآل الحاسبة طب ليش أحفظهما ذول طب أمانة الله الآل الحاسبة الآل الحاسبة إذا كل مرة بدي أمسكها بالامتحان رح ينشل أمري كل شوي بدي أفتحها الآل الحاسبة ولسه ماسك الآل الحاسبة وبدي أستعملها وأبصر شو بدي أعمل لا أخوي في شغلات رح تتكرر معك كثير لازم تكون حافظها لازم تكون مخك مية بالمية أمانة الله تحفظها عشان يعني نفسي أشوف الفل على إيديكم طيب ماشي زي ما 2006 أهدوني الفل بدي إياك تهديني يا أخوي طيب التكعيب الواحد تكعيب واحد الاثنين تكعيب ثمانية لأنه ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين الأربعة تكعيب أربعة وستين والخمسة تكعيب مية وخمس وعشرين لا طالب منك لا ستة تكعيب ولا سبعة تكعيب ولا ثمانية تكعيب ولا تسعة تكعيب ولا عشرة تكعيب سامحك فيهم ديني أو آخرين تمام أخوي والله تمام طيب صلي على الرسول بدي أدخل على قوانين الأسس قوانين الأسس قوانين خفيفة لطيفة بينت عالم وناس صلي على الرسول بحكي لك عمي أي رقم أو أي شيء أس واحد نفسه يعني إذا جيت قلت لك اثنين أس واحد هي نفسها اثنين الثلاثةCOM اس واحد ثلاثة وأنا بقل لك هسا بحكي لك الواحد بحفظ قيمتك الواحد بحفظ قيمتك اثنين أس واحد اثنين ثلاثة أس واحد ثلاثة حفظ قيمتك مليون أس واحد مليون عشرة مليون أس واحد مليون عشرة مليون عفوا فإنت أخوي الواحد بيحفظ قيمتك بيقولك يا عمي أنا زلمة بدي أحفظ قيمتك عشان هيك بديك تنتبه لشغله الرقم اللي ما إلو أس ها كمان أكتب عندك لا ملاحظة مهمة هاي الملاحظة الطلاب بيخربطوا فيها كثير الرقم ها الرقم اللي ما إلو أس مالو أس واحد أخوي أس إيش واحد تمام والله تمام أعيد الرقم اللي ما إلو أس أس واحد تم والله تم أمورنا لوز والله أمورنا لوز طيب فمثلا مية أس واحد مية خلاص أموري لوز أنا أنا حكي له حط بينك وبين نفسك إنه الواحد بيحفظ قيمتك الواحد بيحفظ إيش بيحفظ قيمتك أكوي أي إشي قليل صفر واحد ركيز الاثنين قليل صفر واحد الثلاثة قليل صفر واحد الألف قليل صفر واحد 8 1999 أي إشي قليل صفر واحد أخوي ركز الصفر بقيل جيمتك الواحد بحفظ جيمتك الصفر بقيل جيمتك بشرش حكي تشرشح الصفر أخوي بشرش حكي تشرشح ما بيخلي لك بالمرة أي إشي أس صفر واحد تمام؟ تمام طيب هسه واحد أس أي إشي واحد شوف أنتوا كأعداد الواحد حكا أنوا أنتوا كأعداد زي ما بحفظ جيمتكم احفظوا جيمتي يا عمي يعني واحد أس خمسة واحد طب ليش أستاذ لأنه واحد ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد 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 أس مليون واحد إذن القواعد الثلاثة الأولى الواحد بحفظ قيمتك بس بده منك كمان تحفظ قيمته تمام تمام أما الصفر بقل قيمتك وشو ما كنت كبير برجعك واحد شو ما كنت كبير برجعك واحد دن أخوي والله دن أنا متأكد هس هاي القواعد مستحيل تطلع من مخك طيب خمسة أس واحد خمسة أيش أس واحد نفسه مية أس واحد مية بطيخ أس واحد بطيخ عدلي أس واحد عدلي عدلي صاحبنا ما هو خمسة ونص أس واحد خمسة ونص خمسة أس صفر واحد أيشي أس صفر واحد عشر تلاف أس صفر واحد هنا الواحد حفظ قيمتك هس دورك تحفظ قيمته واحد أس خمسة واحد أيشي واحد واحد أس ببعرفش قديش مليون وسبعمائة مليون ألف واحد واحد أس لنبي واحد يا لنبي تمام تمام بس بكل هاي البساطة يعني أنا بحكي لك هاي القاء أول ثلاث قواعد شربتك ياهم شرب أخوي زي السلام عليكم صار بمخك تمام والله تمام طيب هس القاعدة الثانية القاعدة الثانية القاعدة الثانية بتقول لك يا عمي الأسس بالضرب تجمع الأسس بالضرب تجمع بس في شرط واحد إنه الأساسات تكون متشابهة شعني الأساسات يعني الكبار أخوي يكونوا متشابهات الأسس الصغار بجمعهم مع بعض في حالة وجود ضرب بس بشرط واحد إنه الكبار يكونوا متفقين عمي إذا إحنا كبار واتفقنا مع بعض وصارت هو شيء عادي يا سيد الضرب الاصغار بتجمعه إذن أعيد إذا الكبار اتفقوا وفي ضرب الاصغار بتجمعه سهلي يعني عبلاطة أحكي لك إياها الضرب الضرب اعتبرها هوشة تمام اعتبرها إيش هوشة شوف إذا الكبار اتفقوا أبوك وعمك اتفقوا إنه فيه هوشة مع ناس ثانيين أنت أولاد عمك بدك تتجمعهم بس سهلي هاي هاي طريقة الرابط اللي بربطها فيها بمخك إذا إنت إذا أبوك وعمك اتفقوا عهوشة الاصغار بتجمعه سهلي سهلي جدا سهلي جدا إذن الأسس بالضرب تجمع بس بشرط الأساسات متشابهة نأخذ مثال اثنين أس ثنين في اثنين أس ثلاث لاحظ سيبك من الحل تحلها عجلة اثنين واثنين هذولا الكبار متفقات فيه هوشة بتجمعوا إنتوا الصغار يلا بتجيب معك العصي وبتنزلي فيهم كتل أخوي كتل يعني ترى بحط فجأة يا كنتلاقي حالك كتل نص العشيرة معني اثنين أس اجمع الأسس اثنين زائد ثلاثة بتصفي اثنين أس خمسة تمام تمام فبتصفي عبارة اثنين أس خمسة عبارة عن اثنين وثلاثين تمام والله تمام عنا مشاكل نو بربلم أخوي شفت البساطة؟ هاي مالوضوع سهل أبوكو عمك متفقين فيه هوشة انتوا الصغار بتتجمعوا تمام والله تمام نيجي هون أبوكو عمك متفقين فيه هوشة الصغار بتجمعوا فبتصفي ثلاثة أس ثنين زائد اثنين أربعة يعني واحد وثمانين هيك تحسبها على الآن الحاسبة نيجي هون السبعة هاي أس إيش؟ أس صفر لا يحبل ولا بني ماسكه ولا لا هاي أس واحد أيوا هيك طيب أبوكو عمك اتفقوا فيه هوشة انتوا بتتجمعوا واحد زائد اثنين ثلاثة سبعة أس ثلاثة قديش؟ ثلاثمية وثلاثة وأربعين أستاذ من وين عرفتها؟ والله يخوي بالصراحة أنا حافظها يعني محسبتاش هسته بمخي عادي أنا غرين دايزر بس مش لهالدرجة عادي هاي سبعة أس ثلاثة الله هيك هيها شايف تلاتة مئة وثلاثة وأربعين يظن خاوة عارفها طيب تعال هون هيها ثلاثة أس اتنين في ثلاثة أس اتنين هاي نفسها اللي فوق ترى تمام؟ خليها ثلاثة أس ثلاثة خلص ولا يهمك يلا عيش ثلاثة أس اتنين في ثلاثة أس ثلاثة أبوكو عمك اتفقوا فيهوش انتوا بتتجمعوا هاي ثلاثة أس اتنين زائد ثلاثة خمسة ثلاثة أس خمسة قديش أخوي؟ تيجي بتحط ثلاثة أس خمسة الله عليك يا حبيب والديك ميتين وثلاثة وأربعين ميتين وثلاثة وأربعين إيزي يا عزيزي اللي بعدو خمسة أس اتنين في خمسة أس واحد تعال يلا يا وحش فوكس معاي أبوكو عمك اتفقوا فيهوشة تتجمعوا خمسة أس اتنين زائد واحد ثلاثة خمسة أس ثلاثة قديش خمسة بخمسة خمسة وعشرين في خمسة مية خمسة وعشرين الله عليك يا حبيب والديك طيب هسا نيجي للرموز أخوي مالي دعوة حططل رموز حططل صخام أنا بتعامل أنا زلمي بتعامل بخش بأي هوشة هاي اكس وهاي اكس يعني الأساسات متشابهة مالي دعوة فأبوكو عمك اتفقوا فيهوشة انتو بتتجمعوا يعني هاي اكس تربيع في اكس تربيع اكس قس أربعة هاي ايزي يا عزيزي سهلي أخوي نيجي اكس تكعيف في اكس تربيع اكس قس ايش وراي ثلاثة زائد اتنين خمسة ما أبوكو عمك اتفقوا فيهوشة بتتجمعوا سهلي اكس في اكس أستاذ ما هي هاي عفهم بي منك يعني أستاذ هاي بالصف بتكونوا هيك الطلة أمان عفهم منك أستاذ يعني هاي قس صفر وهاي قس صفر في اكس قس صفر زائد صفر صفر يعني هاي واحد ما اي اشي قس صفر واحد لانو الصفر بيقل قيمتنا ما يقل قيمتك العدو هبيل انت ولا ولا بمسكك فوكس معي حكيت لك اي اشي ملوش قس قس واحد يعني هاي اكس قس ايش واحد زائد واحد اتنين ايوه هيك حرك لي امورك اتدردح فيها الرياضيات يلا اكس تربيع في اكس قس واحد اكس تكعيب يا سلام عليك في وحش ورا الكاميرا حكاها بصوت عالي واثق من نفسه ايوه طيب واي تكعيب في واي تربيع ابوك وعمات اتفقوا في هوشة بنتجمع احنا الصغار بتصير واي اص ايش ثلاثة واثنين خمسة ثلاثة زائد اتنين مش تضرب هين ببعض بتضرب الاسس تجمع مش تضرب عارفها غلطك وانا حافظك ولا طيب هانا عاد بيجي الطالب بيجي بالعيد بخلط الحابل بالنابل بسؤال 11 بيجي بقول استاذ انا والله شايف لك انه هاي بتصير اكس واي اوه اوه بتطلع حكاي اوه خمسة اوه ما اذكاك قالوا استاذ انا عملت التالي حطيت اكس واي جن بعض حطيت لهم قوس جمعت ثلاثة واثنين صاروا خمسة يا زنمي بل هبد بل هبد ولا بل هبد هذا وهذا مش متفقين ابوك وعمك ما اتفقوا يروحوا هوشة كيف تجمعهم مع بعض خلص بتظل اكس تكعيب واي تربي عادي اصحاب مع بعض ماشي بس مش كثير يعني ما اتفقوا انهم يروحوا الهوشة تمام والله تمام طيب اتنين تكعيب في اتنين السالب اتنين عادي اخو ولا برتبك مدام ابوك وعمك متفقين انتوا تجمعوا فبتصف اتنين عادي اص ثلاثة زائد السالب اتنين واحنا متفقين موجب بعده سالب سالب اقوى فبتصف اتنين عادي اص ايش تلاتة ناقص اتنين واحد طب اتنين عادي اص واحد قديش اي ايش اص واحد نفسه لانه بحفظ قيمتنا واحنا بنحفظ قيمته صح والله صح عنا مشاكل لا اتناني دقيقة لا ارجع واشرح لك القاعدة اللي بعدها هل القاعدة الثانية اخوي بتحكي لك انه الاسس بالقسمة تطرح بس برضو ابوك وعمك لازم يكونوا متفقين بس بالقسمة تطرح بس ابوك وعمك غاصبا عنك لازم يكونوا متفقين يعني ست اص سبعة ع ست اص خمسة اخوي شوف لاحظ القواعد بتسهل علي التعامل مع الاسس ليه لانه ست اص سبعة صعب احسبها وست اص خمس صعب احسبها وكمان اقسمهم ع بعض والله مشكلة لا انا بكل بساطة بحكي قسمة ابو يعمم التفقين خلاص طرح سبعة ناقص خمسة يعني هاي ستة وثلاثين اثنين اص ثمانية على اثنين اص خمسة لا يا عمي ابو يعمم التفقين اطرح ثمانية اناقص خمسة ثلاثة يعني هاي ثمانية الله 7.5 على 7.2 لا برضاش يا عمي أبو يعمي متفقين على السريع 5 ناقص 2 3 الله عليك يعني هاي عبارة عن 343 يا بي يعني نيجي هون يا سيدي 4.6 على 4.3 أبو يعمي متفقين 6 ناقص 3 3 يعني هاي 4.3 4 في 4 16 في 4 64 عفكرة 4.3 من أشهر الأسس رح تستعملها فبرضو احفظ 4.3 هي 64 نيجي هاي الترك العظيمة هاي وهاي والله ثم والله ثم والله أغلب الطلاب بيخربطوا فيهم شو بدك كمان؟ والله أستاذ آه والله أغلب الطلاب بيخربطوا فيهم تعال هون الطالي شو بيحكي لي أستاذ أبو يعمي متفقين تعال نطرح 2.2 ناقص 4 لا دير بالك 2.2 ناقص ناقص 4 هاي ناقص من قانوني وناقص من السؤال نفسه فناقص ناقص 4 بيكيرفول تمام؟ ناقص ناقص 4 فناقص وناقص بتصير موجب يعني هاي 2.2 زائد 4 ستة طب 2.6 قديش أخوي؟ 2 في 2 في 2 في 2 في 2 يا سلام عليك يا سلام عليك اتنين 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 نيجي عهاي 3 3 أصلا هذول الشغلتين بيشبغ بعض فبتصير 1 عشان ما رايحك طب أستاذ ثبت لكلامك ولا همك 3 3 السالب 2 ناقص الناقص 2 فبتصير موجب 2 سالب 2 زائد 2 يا سلام عليك صفر وأي شيء صفر واحد خلاص قلتلك طيب X7 X5 X8 7 5 2 X2 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 2 يا سلام عليك صفر فهاي واحد أصلا هاي مع هاي بتروح بتصفي واحد عشان هيك اختصار الأشياء المتشابهة مع بعض عبارة عن واحد تمام والله يا تمام X2 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 X3 X2 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 X3 X3 X2 X4 X3 X1 X2 X5 X3 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 X4 X3 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 X4 X3 X4 ولقطه قاعد بوزع الأسس عالجمع ولا عالطرح والله لا تتعلق A-B-C ممنوعة وزع تيجي تقول لي A-C-B-C ولكن لا تساوي أما هذه ايه ضرب B-C بتصير A-C في B-C وزع هاي هي A-C في B-C ايه على B-C A-C على B-C وزع أمورها كلوز شفت ما أسهلها؟ آه والله شفت أستاذ يعني مثلاً 2 ضرب 4 أستلات بدل ما تيجي تحكي 2 في 4 8 أستلات تقعد تحتار لا لا هذا قديماً وزع ما هي بتتوزع الضرب 2 أستلات في 4 أستلات 2 أستلات 8 4 أستلات قديش 4 ب 4 16 في 4 64 حسبها ضرب 8 ضرب 64 هايها 512 بدها تصفي 512 سهلة؟ والله سهلة طيب شوف X في Y تربيع وزع بتصفي X تربيع في Y تربيع فيعني عبارة عن X Y شو؟ X تربيع و Y تربيع بكل بساطة سهلة 7 في 2 تربيع طيب 7 في 2 14 تربيع لا ما برضه فيها 14 تربيع زنخة طيب تصير 7 تربيع في 2 تربيع 7 تربيع ضرب 2 تربيع يعني عبارة عن 49 في 4 يعني عبارة عن 196 شفت؟ هاي هي الاستعمال البسيط الخفيف اللطيف من العالم والناس اللي بدي إياك تستحمله تمام والله تمام طيب شوف زي ما ركز زي ما كنت أوزع قبل شوي ترى بقدر أجمع يعني 2 أس 2 في 6 أس 2 إذا كانت الأساسات متشابهة ترى عفوا زي ما كنت أقولك الأساسات متشابهة وعند ضرب هلا إذا كانت الأسس متشابهة الأسس متشابهة بقدر رجعها لأصلها هاي عبارة عن أسس مفروطة يعني بتحس إنه الاثنين موزع على الأرقام آه الاثنين موزع على الأرقام بتحسها فهادي هيها بقدر أحكي 2 في 6 كلها أس 2 ليش أستاذ؟ لأنه إنت عارف بهاي الحالة إنه الاثنين موزع على الأرقام حتى لو هاي هاي الاثنين لو بدك ترجع توزعها رح تلاقي إنها 2 أس 2 في 6 أس 2 2 ضرب 6 عبارة عن 12 تربية اللي هي عبارة عن 144 للملحوظة المهمة 11 تربية 121 و 12 تربية عبارة عن A عبارة عن 144 هذولا برضو صم حفظ طيب هنا X في Y في Z تكعيب وزع التكعيب ما هو ضرب عادي X تكعيب في Y تكعيب في Z A تكعيب سهلة 2 على 3 تربية وزع التربية فبتصف 2 تربية على 3 تربية يعني 4 على 9 نيجي هنا تكعيب هالمرة 4 تكعيب على 5 تكعيب يعني 4 تكعيب على 5 تكعيب بدأ وزعها 4 تكعيب 64 5 تكعيب 125 سهلة وبسيطة طيب نيجي هنا أس 4 7 أس 4 3 أس 4 يعني هاي 7 أس 4 على 3 أس 4 هلا مش مشكلة 3 أس 4 بعرفها 81 7 أس 4 قديش؟ حبيبتي الآن للحاسبة 7 أس 4 طيب فبتصفي 2400 وأيش 2400 وواحد تمام والله تمام أمورنا رواجان والله أمورنا رواجان نيجي على الرموز شوية رموز X على Y أس 8 وزع التمانية X أس 8 على Y أس 8 نيجي هون 2 زائد 3 أس 2 أوزع؟ يلا أوزع 2 أس 2 زائد 3 أس 2 حتصفي 4 زائد 9 يعني 13 صح؟ هالحلات صح؟ عيني في عينك عيني في عينك ما بديش أشيل النظرات حتخافي مبدئياً عيني في عينك هذا الحل صح؟ إنه أنا وإياك عارفين إنه هذا الحل مستحيل يكون صح يعني لو بتشغلي بأخوي هذا الحل مش صح ليش الحل مش صح أستاذ؟ لأنك وزعت الأسس على الجمع وهذا ممنوع طب شو أعمل؟ اجمع القوس بالأول وربع 2 زائد 3 خمسة تربيع 25 الجواب اللي قبل شوي طلب معي 13 غلط صح 25 نفس الإشي هون X زائد 1 تربيع ممنوع أجي أوزع هقول لك كيف تفك هذا القوس التربيعي بعدين بس أنت تروح توزع X تربيع زائد 1 تربيع ممنوع طيب هون أخوي هون بقدر أوزع البسط هيو والمقام هيو هاي الـ X زائد 1 لكل تربيع أنا بوزع كل البسط على X تربيع على مقام تربيع شفت كيف؟ بكل هاي البساطة وبكل هذا الرواجان أخوي وصلت فكرتي؟ والله أستاذ وصلت فكرتك في أي مشاكل؟ لا والله ما في أي مشاكل أمورنا رواجان أمورنا تب بالتب طيب خلصنا هاي القاعدة شغلة بسيطة القاعدة البعدها بتقول لك الأس السالب عدو ما بحبه وعدوي بحكي له روح إقلب ركز الأس السالب إحنا ما بنحبه إذا كان بالبسط بحطه بالمقام وبشيل السالب إذا كان بالمقام بطلعه على البسط وبشيل السالب بصير موجب إذا أنا همي أخلص من السالب وأحاوله موجب فبقلبه شوف كيف 2 أس السالب واحد أول شي اللي ما إله مقام مقامه واحد ف2 أس السالب واحد ما بحبها بنزلها تحت طبعا أي شي بنزله تحت بحط محله واحد واحد على 2 أس إيش أس واحد يعني واحد على 2 نيجي هون 3 أس السالب واحد نزلها حط محلها واحد فبتصفي 3 أس واحد و3 أس واحد ثلات أربعة أس السالب اتنين حطها على 1 نزل تحت بتصفي 1 على 4 أس 2 يعني 1 على 16 طيب 7 أس سالب 3 على 2 ركز بنزلها تحت بتصفي 1 على 2 ما إلي فيها بنزلها ضرب 7 أس ايش 7 أس 3 يعني 1 على 2 ضرب 300 و ايش و 43 و 40 طب قديش هاي أستاذ بتصفي عندك يا أخوي عبارة عن إيش عبارة عن 686 واحدة 686 بسيطة أستاذ والله بسيطة طيب ركز معاي إذا الأس السالب كان شامل كسر كامل لا تقعد توزع لا تقعد توزع الأس في طالب روح يوزع الأس أنا بقول لك صح انت صح انت صح ما عندي مشكلة بس في طريقة أسهل إذا كان الأس السالب ما أخذ كسر كامل بس إقلي بالكسر يعني هاي بتصير 2 على 1 أس 1 فيعني 2 3 على 5 أس سالب 1 إقلي بالداخل فبتصفي 5 على 3 أس 1 فيعني 5 على 3 2 على 9 أس سالب 2 إقلي بالداخل بتصفي 9 على 2 أس 2 فبتصفي عندك 9 أس 2 على 2 أس 2 يعني عبارة عن 81 على 4 دن والله دن أمورنا رواجان والله أمورنا رواجان خلصة الأسس خلصة الأسس على فكرة ضايا القاعدة واحدة بالأسس رح أعطيك إياها بس نبلش بالوحدة الأولى لأنها بدي إياها الضر راسخة داخل مخق لأني رح أستعملها بأسئلة تحدي يعني تمام؟ إن شاء الله بنا ننتقل بالحصة الجاعة الجذور كالعادي إشرح الحصة زي ما أشرح لك يا جميل محبكم والداعي لكم بالتوفيق والنجاح دائما جميع سميحة بطريف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته